السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم أنت الميسر وأنت المسهل سهل أمري وحقق مطلبي اللهم لا تبتليني بمن أحب بعدا ولا فقدا ولا حزنا اللهم إني أعوذ بك من عين تصيب القلب فتحزنه والرزق فتنقصه والبال فتتعبه والنجاح فتفشله اللهم أخرجني من أشد الضيق إلى أوسع الفرج اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة 31 آذار مارس طبعا القمر ما زال حسب ما ذكرت أنا في حلقة الأمس إنه ما زال موجود في برج السرطان الآن وهي فترة خلو المسار وبعد ما ينتهي خلو المسار يعني توقيت الشرق الأوسط قرابة منتصف الليل بانتهي وبانتقل القمر لبرج الأسد القمر الآن موجود في منزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 3.51 دقيقة من عصر اليوم الجمعة لينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح القمر الآن زي ما ذكرت هو موعد بث الحلقة اللي هو عصر يوم الخميس القمر ما زال موجود في برج السرطان وإحنا الآن في فترة خلو المسار يعني خلو المسار قائم وهو من الساعة 1.45 دقيقة بتوقيت جرينتش بدأ ورح يستمر لغاية الساعة 10.30 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني بعد منتصف الليل بيكون القمر انتقل بتوقيت الشرق الأوسط بانتقل وبصير في برج الأسد هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد اللي هي من الآن لمنتصف الليل أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا في زوايا برضو ذكرناها يوم أمس ذروتها رح تكون في اللي هي بعد قليل يعني بعد ساعات اللي هي الزوايا البطيئة وفي زاوية مع القمر طبعا ذكرنا أنه تأثيراتها لغاية ساعات الصباح الزاوية الأولى اللي رح نذكرها اللي هي زاوية التثليث الإيجابية اللي بين المريخ وبين زحل وهاي حكينا أنه ذروتها مساء الليل الخميس بتكون قائم الساعة سبعة ودقيقتين مساء بتوقيت جرينتش ولكن تأثيراتها هي بدأت من يوم 24 ثلاث ومستمرة لغاية يوم ستة أربعة هذه الزاوية بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في أعمالنا ومشاريعنا وبالدل على نشاط ومردودية أكبر في صناعات الثقيلة ومؤسسات الدولة وازدياد المنتجات الفلاحية واستخراج المعادن واستقرار في البورصة وبتشهد البلاد استقرار أمني أكبر بفضل نشاط الأمن الوطني أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي تقريبا عند منتصف الليل أو يعني بحوالي منتصف الليل ولكن هي بتوقيت جرينيش الساعة عشر وخمس وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش هي زاوية الاقتران اللي بين الزهرة وبين أورانوس وحكينا هاي زاوية زاوية ممتزجة يعني فيها إيجابية وفيها سلبية طبعا هي تأثيراتها من تسعة وعشرين يعني بدأت تأثيراتها من يوم تسعة وعشرين ثلاث ورح تستمر لغاية يوم واحد أربعة ذروتها يوم ثلاثين ثلاث إلا هو مساء اليوم الخميس وهاي الزاوية بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومنظر للحياة بتفاول أكبر وبتكون شعبيتنا في تصاعد أكثر أما سلبيتها يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة إنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع الساعة عشر وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني قرابة منتصف الليل بصير القمر خلاص انتقل واستقر في برج الأسد عشان هيك من بعد منتصف الليل بصير الناس من حوله أكثر كرما مما اعتدنا من ناحيتين المادية والعاطفية طبعا وطيلة يوم الجمعة والسبت وحتى ظهر يوم الأحد وبيكون التركيز حول الاستمتاع حول الترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلا أما بالنسبة للزاوية اللي برضو رح تصير وهي وإن تأثيراتها من ساعة المغرب ورح تستمر لغاية ساعات الضحى تقريبا اللي هما قبل الظهر هي زاوية التقابل السلبية اللي رح تكون بين القمر وبين بلوتو اللي ذروتها ساعة 10.45 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج من مساء اليوم الخميس وهاي زاوية بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة وبتدل على استياء في الرأي العام من تدهور أوضاع المرأة أو التلوث البيئي أو عدم استقرار أسعار بعض المنتجات الغذائية أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تكون ذروتها وهي زاوية التثليث الإيجابية اللي بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون الساعة 28 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج يعني تأثير هاي زاوية بيبدأ من ساعات الظهر وبيستمر لغاية صباح يوم السبت بنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا نتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء بنتجه لتغليب العقل بنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا يعني رح يكون اليوم في توازن ما بين العاطفة وما بين العقل أما دوليا فهي بتدل على حسن حالة الشعب والرأي العام من الحكومة أو الملك أو الرئيس وبتوفر جو من السلام والاستقرار في بلد ما وازدياد منتوج بعض الصناعات خصوصا الغدائية منها والاهتمام أكثر بشؤون المرأة أو الأمور اللي هي الحلاقة أيضا بالتجميل أو بأمور اللباس أو الهندام بمعنى آخر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا طبعا اليوم نعتبر أن القمر خلاص انتقل الأسد معناته أعضاء البرج الأسد أو الأعضاء الصحية أو الأعضاء الجسدية اللي بتتعلق ببرج الأسد اللي هي القلب والشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان هذولا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لهم العناية الإضافية وأي شعور بأي اعتلال في هاي الأمور مراجعة الطبيب وأخذ العلاج اللازم طبعا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما فيه أي مشاكل وأيضا مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لكنه ما زال لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ وأيضا يصلح للقص العلاجي بما أن القمر رح يكون موجود في برج الأسد فخلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد اثنين أربعة بيبدأ خلو المسار الساعة ستة ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة عشرة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لينتقل القمر بعدها لبرج العذرة أما بالنسبة لعمر القمر فعمر القمر المحدب عمره عشر أيام في تمام الساعة عشرة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بصير 11 يوم نسبة الإضاءة بتصير 75% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة طبعا الآن موعد بث الحلقة هو سعيد بنسبة 30% ولكن ساعات منتصف الليل وما بعد بصير سعيد بنسبة 60% القمر بده ينتقل للأسد ورح يظل في الأسد لغاية يوم اثنين أربعة هو الآن سعيد بنسبة 15% ولكن في ساعات ما بعد منتصف الليل أو عند منتصف الليل بصير سعيد بنسبة 45% ولكن في ساعات الصباح الباكر بصير سعيد بنسبة 15% ساعات العصر بصير منتحس بنسبة 10% ساعات المساء يعني عند المغرب تقريبا بصير منتحس بنسبة 40% في ساعات المساء المتأخرة اللي هي قرابة منتصف الليل بصير منتحس بنسبة 10% عطارد في الحمل حتى يوم ثلاثة أربعة سعيد بنسبة 60% الزهرة في الثاورة حتى يوم 11 أربعة منتحس بنسبة 25% المريخ في السرطان حتى يوم 21 خمسة سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل حتى يوم 16 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17 ستة سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثاور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 34 سعيد بنسبة 15% طبعا يوم أمس أنا ما ذكرت لا باللايك ولا بالكومنت ولا بالشير ولا بالاشتراك ولا هذا والحمد لله نزلت النسبة وناس ما ذكرتش وكأنه أنا يعني لازم أنه كل حلقة أذكر يا الله شكرا للي حطوا لايك وكومنت أنا بقرأ كل التعليقات شكرا للكم كثير طبعا واللي ما حطوا برضو شكرا للكم يعني لأن بعرف أنه أنتوا ما راح تحطوا أساسا عرف الكهرباء هاي وكمان ما بدفعوا فلوس على لايكات توصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا منه الآن لغاية منتصف الليل زي ما حكينا بظل التركيز على المسائل البيتية والعائلية صحيح أنه عشان فترة خلوم مسار ما بنصح أنا بشراء أي شيء ثمين أو اصدار أي قرارات الجو مشحون شوي ما في داعي للعصبية والحدية بعد منتصف الليل القمر بنتقل لبرج الأسد يعني طيلة اليوم الجمعة بيكون القمر في الأسد اللي هو بيتكم الخامس الأجواء بتكون مميزة جدا على المستوى العاطفي وعلى المستوى المالي على المستوى الرومانسي على المستوى الحب على مستوى التقرب من الأبناء لأجواء شوي مستقرة حتى على مستوى الترفيه أو تغيير الجو أو المناسبات أو الاحتفالات يعني في أجواء راح تكون رائعة بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً إذا ما عصبوش إذا عصبوا وعملوا مشاكل معناته كل هذا اللي أنا حكيته ترموا وردها لك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً اليوم من الآن اللي هو ليلة الخميس لغاية منتصف الليل بظل التركيز على الاتصالات والحوارات والنقاشات والمؤامرات والمؤتمرات والمباحثات والأمور هاي كلها يعني بظل هذا الأمر هو الطابع العام بدكوا تحذروا أثناء تنقلاتكم ما تنتقدوا حد كنوا أضحين بكلامكم ما في داعي للعصبية أما من بعد منتصف الليل وطيلة يوم الجمعة القمر بصير في البيت الرابع معناته مسألة عائلية أو شؤون عائلية أو اهتمامات عائلية هي اللي رح تكون مسيطرة على الجو منها إما مناسبات أو تصليحات ترميمات يعني اهتمام بشؤون العائلة أهم إشي ما تفقد السيطرة على أعصابك لأنه زي ما تعرف القمر موجود في بيته الشمس موجود في بيت المتاعب وهذا في البيت الرابع يعني بمعنى آخر الخلافات ممكن أنها تصير برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا الأمور من الآن لغاية منتصف الليل بتضلها على الأمور المالية مكسب مالي مفاوضات مالية بتحاول تحصل بعض المكاسب المالية بتفاوض على كمور مالية يعني الأمر المالي ما زالت الأجواء فيها بعض الفرص لبعض المكاسب أو الحلول المالية ولكن انتبه من المصاريف لزيادة وانتبه من المحتالين أما من ساعة ما بعد منتصف الليل وطيلة يوم الجمعة القمر هنا بانتقل للبيت الثالث يعني بيت الاتصالات والحوارات والنقاشات الأجواء ممتازة جدا حتى اليوم للامتحانات والمطالبة بحقك حتى بأمور إلها علاقة بالسيارات أو بالإلكترونيات أو بالتكنولوجيا أهم شي تنتبه أثناء حركتك وأثناء قيادتك للسيارة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر موجود عندكم من الآن ولغاية منتصف الليل اللي هو منتصف الليل الخميس على الجمعة فبيظل النشاط موجود ولكن عشان فترة خلوه مسار الشوي بتكون متوتر أو قلق أو مضطرب الشوي ممكن تقل ثقتك بنفسك أو تنزعج من تصرف أحدهم أهم إشي إنك ما تعصب وما تعمل تردد فعل الأجواء جيدة ما تخلي شيء ينكد عليك وما تسمح لأي شيء إنه يعني ينغص عليك الفترات الجيدة وما تتخذ قرارات أما من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة النهار القمر رح ينتقل لبيت المال فهنا التركيز رح يكون على المكاسب المالية على المصاريف ترتيب ديون ترتيب فواتير دفعات مكاسب مالية بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات دعم ممكن تحصلوا على هدية يعني الأجواء إلها علاقة بالوضع المالي ولكن الزاوية اللي نبهنا منها ننتبه على أموالك من المحتالين أو الأشخاص اللي بيستغلوك وحالة أول أنك توظف مالك بشكل جيد برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر يعني أوشك على الوصول اللي عندكم ولكن ما زال هيك فيه نوع من أنواع التوتر أو الإرهاق أو التعب أو هيك مش مرتاح نفسيا فيه إشي معكر مزاجك ولكن شو هو أنت مش عارب شو هو طبعا هي طاقة الانتقال وخلوق المسار فهذا الأمر شوي بدك تحافظ على صحتك ما تعصبش ما تتخذش قرارات حاسمة حاول أنك تنتظر لبعد منتصف الليل بعد منتصف الليل وطيلة النهار بيبلش القمر يسقط ضوءه على برج الأسد عشان هيك بتمتلوا مشاط حيوية طاقتكم بتختلف تماما النفسية بتتغير تماما وبالمقابل بتصير فيه رونق لإلكم أكثر لدرجة أنه بتكونوا ملفتين للانتباه للجنس الآخر أكثر سهل أنك تسمع مغازة لليوم أو تبدأ بأي مسألة لها علاقة بالعاطفة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا من الآن لغاية منتصف الليلة هاي اللي هي الخميسة على الجمعة القمر ما زال موجود في بيت الأصدقاء عشان هيك شوي بضاء اليوم ممكن تزعل أو تأخذ على بالك من تصرف أحدهم أو انتقاد أو تدخل في شؤونك أو إفشاء سر لإلك فهذا الشيء ممكن يضايقك أو تسمع خبر حتى الخبر هذا هيك يعمل لك ردة فعل أهم إشي أنك ما تعصب وما تفقد السيطرة أما من بعد منتصف الليل وطيلة يوم الجمعة القمر رح يكون موجود في بيت المتاعب عشان هيك رح تدخل فترة الفترة هاي من سميها فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم ولا طاقتكم حاول أنك تعمل الأشياء بشكل روتيني ما تبدأ بشيء وما تتخذ قرارات حاسمة وما تدخل بأي مشاكل مهما كانت برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا ما زال القمر موجود في بيت السمعة لغاية منتصف ليلة الخميسة على الجمعة عشان هيك بدكوا تحافظوا على سمعتكم جيدة لبعض الأمور اللي إلها علاقة أنك تحافظ على سمعتك أي علقاء اجتماعي تعزز علاقاتك الاجتماعية علاقاتك مع المسؤولين عنك ولكن بعد منتصف الليل القمر رح ينتقل لبيت الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية الكاملة عشان هيك ما قبلها حاول أنك ما تخالف القوانين أما ما بعدها وطيلة نهار يوم الجمعة الأجواب تصير قوية جدا بالحضول على المستوى الاجتماعي فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة مناسبة تساعد من اللقاء الأصدقاء لتغير جو تستفيد من أحد المعارف فتح المشكلة بواسطة أحد الأشخاص يعني الأجواء اجتماعية ولازم تستغل اجتماعياتك بشكل قوي برج العقرب بالنسبة لما ولد برج العقرب طبعا القمر ما زال الآن موعد بث الحلقة في البيت التاسع اللي هو العلاقة بالسفر والاتصالات والحوارات والنقاشات ولكن زي ما حكينا إنها فترة خلو مسار ففي خلو المسار إذا عندك امتحان أو عندك مقابلة أو عندك حوار أو نقاش بدك تكون حذر جدا أنك تفقد السيطرة على نفسك وأيضا اتفقد أمتعتك وأوراقك وحجوزاتك إذا عندك أي شيء لعلاقة بالسفر أو حتى بحجوزات بدك تتأكد منها تماما أما من ساعات ما بعد منتصف الليل فهنا القمر رح ينتقل للبيت العاشر اللي هو بيت السمعة تركيزك رح يكون على مصالحكم الاجتماعية علاقاتكم الاجتماعية الناس اللي بيدعموك على فرصة بتكون مناسبة اليوم لها تقديم على عمل أو سي في أو يعني إنجاز بعض الأعمال أو توطيض العلاقة مع المسؤولين ولكن زي ما حكينا يوم أمس بدك تتجنب الخلافات وتبعد عن أي مغامرات أو مجازفات أو أي شيء بشوه السمعة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر موجود في البيت الثامن من الآن لغاية ساعة منتصف ليل الخميسة على الجمعة عشان هيك بيظل الاهتمام بالأمور المالية هي اللي شوي ممكن مشغلة فكرك أموال الزوج التزامات ديون بدك تحاول تستد بعض الأموال اللي إلك ترتب دفعات معينة مطلوب منك التزامات منزلية أو عائلية مطلقيتك شوي حاول إنك ما تغامر بالوضع المالي وما تجازف وما تدخل بأي مراهنات مالية ممكن أنك تخسر من وراها وانتبه من المحتالين قدر الإمكان فإنها خلوم مسار أما طيلة النهار طال النهار يوم الجمعة الأجواء راح تصير مميزة جدا يا أخبار يا حلول يا نشاط يا سفر يا اتصالات بعيدة طاقتك ممتاز جدا على المستوى العاطف الأجواء رائعة حواراتك وحلاقاتك مع أشخاص خارج البلاد بتكون بأوجهة يعني في فرص مناسبة جدا خلال اليوم ولكن من الآن لمنتصف الليل بعد عن أي مغامرات برج الجدي بالنسبة لما أوليد برج الجدي طبعا أرهقتوا أنتوا بالأيام الماضية لأن القمر بمراحل المقابلة تبعتكم فعشان هيك هذا الشيء سبب لكم نوع من أنواع الطاقة الضعيفة تحس صحتك في وهن ما في طاقة ردات فعلك يعني مش محزور عليها أي شيء ممكن يستفزك ويأثر في مشاعرك طبعا كله هذا بسبب الضغط أنه القمر بيسحب من طاقتك الآن بعد منتصف الليل طبعا هذا الأمر رح يستمر لغاية منتصف الليل فعشان هيك ما تدخل بأي مواجهات وما تتخذ قرارات حاسمة بعد منتصف الليل وطيلة يوم الجمعة القمر بيصير في البيت الثامن يعني تحرك درجة عشان هيك الاهتمام رح يصير على مستوى البيت المسائل المالية المشتركة ما بين ترتيب دفعات أقصات بنك ضريبة تأمين حلول لبعض الأمور المالية اللي كانت مقلقيتك في الأيام الماضية ممكن اليوم تبدأ بإيجاد الحلول ولكن لا تغامر بالمسائل المالية نهائيا برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر في مراحل مقابلة الآن فعشان هيك بدأت الطاقة تنزل معنوياتك شوي مش مستقرة حساس زيادة عن اللزوم شوي بدك تكون عقلاني ما تكون عاطفي زيادة أو تخلي العاطفي تسيطر عليك انتبه لصحتك انتبه لإنجاز أعمالك ممكن بعد منتصف الليل تعزز علاقتك مع الزوج مع الزوج مع الشركاء شركاء العمل تفكر في مسائل أو تشاور مسائل إلها علاقة بشراك ما ولكن بدك تنتبه انو طاقتك بتكون ضعيف جدا فعشان هيك بتكون تحاولوا انكم ما تدخلوا بأي خلافات ما يكون الكردات فعل عصبية ما تتخذوا قرارات ما تعصبوا ما تحسبوا أمور تحسموها حسم لأنو ما رح تكون لصالحكم أكيد برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا القمر ما زال موجود في البيت الخامس من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل فعشان هيك بظل فيه نوع من أنواع الرغبة لمصالحة أو تقارب عاطفي أو التواصل مع الحبيب صحيح انو ممكن يكون فيه سوء تفاهم صحيح انو ممكن شوي أشياء هيك ما تكونش يعني تيجي بشكل مفاجئ تربك الوضع ومع أحد الأبناء أو مع الأحبة فعشان هيك بدك تضبط أعصابك تماما وما تتخذ قرارات عاطفية أما من ساعات ما بعد منتصف الليل فهنا القمر رح ينتقل للبيت السادس فعشان هيك الاهتمام كله رح يكون إلو علاقة بالعمل وإلو علاقة بالصحة في اليومين وربع القادمات إلها علاقة إما بعمل جديد عرض جديد أعمال بتتراكم بتحاول تنجزها بترتب وضع عمل معين علاقتك مع زملائك بالعمل ولكن برضو الأمور الصحية إلها دور فبدك تراكب وضعك الصحي بشكل جيد أي أعراض غير طبيعية بدك تراجع طبيبك طبعا لا تنسوا تحطوا لايك أو ديس لايك أو تشتركوا أو تلغوا اشتراكوا أو يعني تكتبوا لتعليق منيح أو تسبوا علي يعني كله كله أي شي بدكوا الخربطة هاي كلها تحت الكبسات الكبس اللي بدكوا وإعملوا بس المهم إنه يعني اشعرون إنكم موجودين ماشي أنا ماشي بشوف إنه أنتم موجودين العدد يعني أكثر من الأيام الماضية اللي بتابع الحلقات ولكن تفاعلكوا يا جماعة الخير تفاعلوا يا تفاعلوا ولا أحط عليكم لمونو ملحو وخلوا مش عارف إيش عشان تتفاعلوا الله أكبر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اللي وصل له ونصلي على النبي اللهم صلي على محمد وآل محمد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة